السلام عليكم النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اسهل وابسط مقدار لكيكت البرتقان ببيضة واحدة بس بمقدار سهل جدا وبسيط طلعة معايا مرتفعة وهشة جدا بالشكل ده انا هنا قدمتها بالمربع تقدر السباية سادة او تضفلها الوش مكسرات دي بترجع على حسب الرغبة نشوف بقى كده الخطوات والمعدير مع بعض اول حاجة ما جيب عندي واحد عدد من البيض لازم تكون معايا بدرجة حرارة المطبخ وعندي نص كباية من السكر وعندي فانيليا وعندي معلقة صغيرة من الخل وعندي ربع كباية من الزيت لازم السكر يكون نعمل حبيبات كده معايا وفاتح بالشكل ده عشان ما يغمقش عندي الكيكة بتاعتي وعندي معلقة من بشر البرتقان بعد كده هدوابه مع عندي كواس جدا مع بعض بعد كده بنزل عندي بكباية من اللبن او كباية من عصير البرتقان بعد كده هقلبهم برضو مع بعض بعد كده بقى عندي كبايتين من الدقيق هقلبهم كده مع بعض كويس بالراحة بعد كده عندي معلقة صغيرة مليانة من البودر تقدر تدفع عندك في الاخر او تدفع عندك مع الدقيق القوم بتاع الكيكة بتاعتي تقيل كده بالشكل ده بعد كده بجهز عندي الصانية اللي انا اخبزها فيها بدينا عندي اي مادة دهنية وببطرها عندي بالدقيق بعد كده بكون مسخنة عندي الفرن كويس جدا على درجة حرارة مية وتمانين او درجة حرارة مدوسطة بدخلها بعد كده في الرف الوسطاني بعد كده بقى هجيب عندي كده مربة وهضفها على الوش اي نوع مربة بقى انت بتفضلي او تضفع عندك قطاع من التفاح ورشة ارفة برضو هتبقى معاك بتعمل التفاح والارفة ده بقى شكلها بعد لما تخرج عندي كده من الفرن بعد كده بقى بعد لما بتبرد عندي خالص هشيلها كده بقى في طبع التقديم بعد كده هحط على وشاك كده رشة من السكر البودر او ممكن تلماها عندك بمعلقة من العسل وتضيف عليها جزهن نشوفها كده بقى مع بعض مقدار بسيط جدا ونجح جدا ان شاء الله تعجبك جربيها وبالفهنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر